مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباطسل القنيطرة اتوجت هذه الدورة بزيارة تفقدية مكنت ممثل سرق الدبلوماسي من الوقوف على الفضاءات التكوينية لهذه المدينة والأقطاب القطاعي الستة المخصص لاكتساب الكفاءات المعنية عن طريق التعلم بالممارسة ومحاكاة الواقع المعني الذي يوافقها هذا الملتقى الذي يعرف المشاركة لأزيد من خمسين سافيرا وممتلين منظمات دولية ومعتمدين بالمغرب وهذا الملتقى اليوم بالإضافة إلى أنه سيكون من أجل تبادل تجارب والخبرات في مجال تكوين المهني مع المديرة العامة لهذا المكتب إلا أنه ستتخلى له زيارة ميدانية للوقوف على البنيات التحتية التي كترفها هذه المدينة أهدف هذه الزيارة هي بسط كل المشاريع المرتبطة بخارطة الطريق الجديدة لتنمية قطاع التكوين المهني وأيضا التعريف ببرامجنا التنموية سواء الحالية أو المستقبلية كل هذا بهدف تجديد مفاهيم الشراكة مع البلدان الحاضرة معنا هنا بالمغرب دورة الملتقى توجت أيضا بجلسة مواسعة مع أعضاء الملتقى الديبلوماسي تم خلالها استعراض مميزات المدن الجديدة للمهن والكفاءات على الصعيد الوطني والمعايير العالمية التي تعزز بها الجهاز التكويني لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومسيرته لحاجية المقاولات من خلال عرض تكويني يواكب مستجدات العصر ترجمة نانسي قنقر